فإذن كتير من الناس ما زالت تبحث ولكن في البعض لتشويه كلام المسيح ليخدعوا البسطة فواضح من سياق الحديث إنه الأعداء هم من أهل بيته فهذا السيف أحبائي هو الذي يفرق العائلة يعني أنا شفت حتى بالخدمة كتير مرات يعني بعطيكم بعض الأمثلة واحد من الجزائر آمن هل تتخيل القساوي إنه أمه وخالته رموه من الدرج من الطابق الثالث عشان يقتلوه لأنه صار مسيحي لأنه اعترف قال لهم أنا صرت مسيحي تخيل معي رموه من الطابق الثالث نشكر رب عاش هل تتخيل واحد شاب عمره 23 سنة يفقد 13 محل مولتي مليونير من أغنى الأغنياء ورفض كل المحلات لأنه خيروه إما أن يرجع للإسلام أو أن لا يحصل على أي ورثة ولا أي شيء ولكن حصل على إخوة وأخوات وعيلة مسيحية وتحمل وتكبت كل المخاصر ولكن اعتبرها من أجل المسيح نفاية كما قال الرسول بولوس هل تتخيل زوج يأخذ سكين مطبخ ويقطع وجه زوجته يشوهها لأنها رفضت أن ترجع إلى الإسلام وأيضا فعل نفس الشيء في بنته اللي عمرها 16 سنة تخيل معي هذا الإجرام هل تعلم كم من المؤمنين الذين يختبئون ويهربون من مدينة إلى مدينة من قرية إلى قرية كل الجريم اللي ارتكبوها أنهم آمنوا بيسوع المسيح فحتى البيت أهل البيت صاروا الأعداء فهنا السيف أحبائي سيف الروح الذي هو كلمة الله كما يقول في أفسس 6 سيف ماضي ذو حدين بيخرج من فم الرب لأن وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها سيف ذو حدين كلمة الرب كلام واضح كلام مقاطع فاصل بيفصل بين الذي يؤمن والذي لا يؤمن أو الذي يرفض في كرة الجدريين أخرج واحد فيه آلاف الشياطين ومع كل هذا طلب أهل المدينة أن يخرج من مدينتهم لم يشن لم يرتكب جرائم لم ينزل نار من السماء عليهم أي يقول بعد ما كل اللي عملته حررت ودافعت عنك لم يعمل حملة عسكرية ضد البلد أو غزوات ضدهم لكنه ترك باحترام ألم يعلم بعزته على الجبل قيل عين بعين وسن بسن لكن المسيح قال لا تقوم الشر مكتوب تحب قريبك وتبغد عدوك قال يسوع أحب أعداءكم باركوا لعينيكم مكتوب في نبوة إشعية ظلمة أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تصاق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه نبوة إشعية إصحاح 53 ترجمة نانسي قنقر